مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي ما هو السبب؟ في الحلقة هذي سيجيبكم احد السبب اللي هو غريب وفي نص الوقت ما عارفينوش بالزاف غالبي دي المربين السبب المباشر وهو الدكورة بعضياتهم هذي كيكونوا الدكورة بعضياتهم او الاينات يعني ماشي خواتات يعني حطيتهم في كاج واحد مباشرة رهم كيتقاتلوا بعضياتهم وكي واحد كيقسلوا واحد الدكورة او يعني النتوات اللي ماشي خواتاتهم اللي حطيتهم في جيهة واحدة كيتقاتلوا بعضياتهم السبب اللي اللي انا هدرع لي هاد النهار هادا اللي هو يعني حصري بحقيقة اول مرة انا هدرع ليه وهو القمراء احنا كنقولو القمراء الناس اللي ديلهم في واحد نقولو السطح ولا ولا مكان يعني من نور السمح نقولو من نور السمح اذا كانوا بالليل يعني مغطيهم بالليل عفوا بالنهار من الشمش ولكن بالليل كيفتح عليهم يعني وكتضرب فيهم القمراء القمراء وهي القمر يعني من يك يضرب فيهم هو عبارة عن واحد الحرارة كتكون عندهم والمربي ما عايقش فيها سمو كيولي وكيولو كيتقاتلوا بعضياتهم لان ذيك القمراء كتضايقهم يعني اوما خصهم خصهم الضلمة يعني باش ينعسوا خصهم الضلمة ميمكنش بحليك اتعدبهم إلا نقولو بالنهار فايقين وبالليل فايقين ميمكنش ميمكنش الامساني لمشي تيتا ما نعستيش غير واحد الليلة الغدلية كتصبح دق دق ما نير فيه ما عارفش راسك اسمو خصك أشنو خص؟ وهو بعدوهم على القمراء يعني خصهم كيما تغطاوه بالنهار بالنهار يعني من الشمس كذلك العشية خصهم يتضرقوا من القمراء ما خصهمش يعني تقول وصف يا راغي الليلة ما غديش يتقطروا خليهم يتبردوش شوية يعني نفتع لهم خليهم يتبردوش شوية راه هذيك القمراء نحن نقولها القمراء ما عارفش يعني الناس ما يسميوها في مدن أخرى ولكن هي القمر في الليل القمر يعني الضوء دياله راه كي يأثر على الأرانب وكيخليهم يتقاكلهم مع بعضياتهم علاش لأنهم كي تنير فاو مني كي ضرب فيهم هذك القمر كأن الشمس راه ضرب فيهم وراهم بغين ينعصوا وما قادرش ينعصوا تكي يقول ليوا منير فين يعني هذ المعلومة راه جديدة راه أول مرة غادي نقولها ولكن راه بتجريبة يعني إذا مشي تيتاء ألقيتي الأرانب ديال جوج تقاتله بدون أي سبب يعني يقوم خوت يعني ماشي ماشي جبتي كل واحد من جهة أكتريفة في النتوات وثاني والقضية ديال الدوكور يعني ما حطيتش جوج دوكور يعني ما كين السبب علش غادي تقاتلوا وكي يتقاتلونك يعني في فوسط الكارج كي يتقاتلوا واحد كتلقوا واحد ميت ولكن بطريقة يعني واحد كلا لاخر يعني ماشي ماشي ما تغيي نقولو موتا ديالله ولا مثلا كرشو لا تنفقتلوا كرشو لا تسالوا الماء من نيفو ولا مهم الأمراض اللي معروفة ممكن أن يكون تسمهم دموي ولا احنا جيتي ورقيتي واحد كلا واحد يعني بقى كي يأكل فيه حتى قتلوا ونمتأكد أن هاد القادية ديال القمرة حاولوا أن كم تغطيوهم تب الليل ماشي غيي بالنهار يعني بالنهار كتقولو حالكاركين الشمش راه يلك تأثر عليهم لا حتى القمرة ديال الليل يعني ذيك الضوء ديالها راه هو عبارة عن حرارة راه هكا تأثر راه حال الناس اللي القدامة راه كي هادروا على هذا الموضوع ديال راه ممكن أنها تضربك القمرة للراس يعني ممكن أنك من عسمة فوق السطح وتقول صافراني مبرد ولكن منيك في الصباح كتلقاراس كيدررك ومعارتمالك يعني ممكن أنها توصل لك الشقيقة ليسر يعني الشقيقة راه ماشي كتجيغي من الشمش راه كتجيه تمن لضوء ديال القمر وذيك الضوء ديال القمر راه كيتتعتبر تهو الشمس يعني كيتتعتبر عنده حرارة دياله وتهو كيتأثر وخاغي ضوء يعني كتقولو بالله راه كين الضلماء راه الضوء دياله كيأثر على الجلد وكيأثر على الجسم سواء الإنسان أو الحيوان إذن هذه هي الحلقة ديالنا ما تنسونات بجير جان كنشكركم على التعارق طيبة ديالكم تكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله والناس المجال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادية بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف بزاف على التعارق طيبة ديالكم إلى اللقاء في الحلقة المقبلة